بييمكن نمطية دكتور حامد في كثير يمكن من المفاهيم انتشرت على سبب عقم الرجال خلينا أعطيك على سبيل المثال يعني أحد الأفكار اللي موجودة اليوم في المجتمع أو السائد عند المجتمع وبيكت صحح لهذه المعلومة أو نأكد هذه المعلومة ونمفيها مثلا لبس الجنز يسبب العقم استخدام الساونة بشكل متكرر يسبب العقم إلى أي مدى مثل هذه المعلومات دقيقة طبعا لبس الجنز أو مثلا الساونة هناك فيه اختلاف لما تكلم عن اللبس بحد ذاته لا يوجد هناك دراسات تثبت أنه فيه مثلا لبس معين قد يؤدي إلى مشاكل في العقم ولكن الساونة والمغاطس الدافئة غرف البخار نعم هذه الأشياء تزيد من الحرارة التي بدورها قد تؤدي إلى ضعف إنتاجية الحيوانات المنوية وهذه هناك دراسات علمية أوجدت أن نعم الزيادة في حرارة الخصية قد تؤدي إلى مشاكل في إنتاجية الحيوان المنوي أو في حركة الحيوان المنوي لذا سبحان الله نجد أن الخصية موجودة خارج جسم الإنسان لأنها تحتاج إلى ما يقارب درجتين إلى أربع درجات مئوية أقل من حرارة الجسم ترجمة نانسي قنقر